حركة أحرار الشام تعود إلى واجهة الأحداث مجداً ولكن بعيداً هذه المرة عن ساحات المعارك وجبهات القتال إلى ساحة صراع داخلي يحتمل أن تكون الحلقة الأخيرة في سلسلة بدأتها الحركة بصراع مع هيئة تحرير الشام قبل نحو عامين تولد عنه خلاف داخلي بين مكونات الحركة انقسمت الآراء حياله إلى مؤيد لهيئة تحرير الشام ومعارض لها وفي حين حاولت الحركة لملمة أوراقها وظنت أنها تمكنت من رأب الصدع الحاصل بين مكوناتها يعود الخلاف ليطفو على السطح مجدداً من خلال بيان حمل توقيع أكثر من عشرة أشخاص فاعلين بالحركة يدعون خلاله حسن صوفان إلى تسلم قيادة الحركة في مرحلة وصفوها بالعصيبة البيان تكلم بوضوح على فشل في إصلاح ذات البين في إشارة إلى اتساع رقعة الخلاف بين مكونات الحركة بالوصول إلى شخصية توافقية تحل مكان القيادة الحالية التي حملت في وقت سابق تبعات ما وصلت إلي الحركة من ضعف وترهل إذ قتل جميع قادات الصف الأول فيها في ساعة واحدة ويبدو أن كفة التيار المؤيد لدمج الحركة في هيئة تحرير الشام هي الراجحة بحسب ما صرحت مصادر مقربة من الحركة لتلفزيون سوريا وأضافت المصادر أن أصل الخلاف الحاصل بدأ عقب قيام حسن صوفان بإنشاء تكتل داخل الحركة طالب بعزل قيادتها والإنضمام إلى تحرير الشام بالكامل وتشكيل هيئة سياسية موحدة وهو الأمر الذي رفضه مجلس شورى الحركة ما أدى إلى اتساع الخلاف بين التيارين الجديدين قيادات في الحركة حاولت استعاب الخلاف الحاصل ونفت علمها بما جاء في البيان الأخير وكذلك أصدرت مجموعات أخرى بيانات رافضة للبيان ومؤكدة على مواصلة عملها تحت القيادة الحالية ودعية إلى ضبط النفس والابتعاد عن أي تحركات من شأنها أن تضعف الحركة أو تساهم في شق صفوفها اجعل هذا الجهاد